اشتركوا في القناة ضمن التصفية الاسيوية المؤهلة لكأس العالم الفين وستة وعشرين كما شهد الميران سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة نائب رئيس الاتحاد وسعدت الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتابع سموه تدريبات المنتخب ونقل للعبين تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وحث سموه اللاعبين على مضاعفة جهودهم واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة المنتخب الاسترالي وإكمال ما تبقى من مشوارهم بأفضل صورة للإبقاء على حضوظنا في التأهل للمونديال وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد بأن الشارع الرياضي في البحرين يعول على المنتخب لتقديم أفضل النتائج والعروض في مشواره المونديالي محفزا اللاعبين لبذل المزيد من المستويات لحصد المزيد من النقاط التي تعزز حضوظنا في بلوغ المونديال متمنيا سموه للمنتخب التوفيق والنجاح